أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام حبيب إله العالمين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن والعذاب على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وصلنا في الحلقة السابقة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق مطلقا أفضل جميع الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه النقطة المهمة أن قضية الأفضل حينما نقول من الأفضل يعني من الأفضل عند الله تعالى فلابد أن يكون الجواب من الله سبحانه وتعالى قضية غيبية هذه المساء العلم الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فنقول يا رب من الأفضل من خلقك الجواب يكون في النصوص الشريفة التي هي وحي ثم أن هذه النصوص على طوائف عدة منها أنه أفضل الخلق ومنها أنه أفضل الرسل ومنها أنه أفضل الأنبياء ومنها أنه الأوسع شفاعة ومنها السبق في الإيمان ومنها أنه صلى الله عليه خالدية شريعة وآله صلى الله عليه وآله الخلود لشريعته والخاتمية ومنقذ البشرية وعد الأنبياء من ذريته صلى الله عليه تعالى عليهم أجمعين وذكرنا بعض الروايات الآن نذكر وجوه أخرى أنا أعتقد أن هذه المسألة مهمة لطيفة يعني مهمة من جهة أنها تبرك برسول الله صلى الله عليه وآله وإلي هو أفضل الخلق إلي هو أفضل الخلق بلا منافس رسول الله صلى الله عليه وآله فنقرأ أيضا نستمر في هذه الحلقة نذكر بعض الروايات والوجوه الأخرى في فضله على جميع الخلق في رواية الكافي عن صالح بن السهل عن أبي عبد الله عليه السلام إن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله بأي شيء سبقت الأنبياء لاحظوا أيها الأحبة هذه قضية كانت معروفة عند الناس أن النبي أفضل الخلق طبعا جملة من المسائل اللي نعتقدها يكون تترسخ وتثبت بعد فترة من الزمن ولكن الظاهر أن بعض القضايا مو ظهروا هذا الوضع الطبيعي أن بعض القضايا ثبتت من أول الأمر في بداية دعوة النبي صلى الله عليه لعل منها هذه المسألة سنقرأ بعض النصوص فيها إشارة إلا أن هذه القضية كان يعرفها حتى اليهود والنصارى وغيرهم كان يعرفون أن الأمة الإسلامية مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق مطلقا في روايته عن أبي عبد الله عليه السلام إن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم أنت آخر نبي آدم أول نبي مثلا فكيف أصبحت أنت الأفضل أفضل الأنبياء والمرسلين وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم قال صلى الله عليه وآله إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فكنت أنا أول نبي قال بلى فسبقتهم بالإقرار بالله سبحانه وتعالى وكلنا هذه قضية غيبية أن الله تعالى هو الذي يعلم أي الأنبياء أو أي الخلق أفضل هذه الرواية فيها وجه من وجوه أو من الوجوه المذكورة في أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وأنه أول من آمن بالله تعالى وأول من أجاب في رواية الاحتجاج عن موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن الحسين بن علي عليه السلام قال هذه الرواية اللطيفة الإمام الحسين عليه السلام هو يرويها يقول إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأت توراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء عليهم السلام وعرف دلائلهم هذه كانت قضية معروفة بعض اللي ينتمون إلى غير الشريعة الإسلامية كاليهودية والناصرانية وغيرهم كان عندهم رؤوس مقدمين هذولا رؤوسهم المقدمين كانوا مطلعين على الأنبياء وعلى الرسل وقارين جملة من الكتب المعروفة في ذلك الزمان هذا الرجل جاء لمخاصمة المسلمين قال جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب صلى الله عليه وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الجهني فقال اليهودي يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا أن حلتموها نبيكم لاحظ أيها المشاهد إذن القضية كانت في ذاك الزمان مشهورة وفي زماننا حتى أن اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله صرح في قوله أني أفضل الخلق وأفضل الأنبياء وأفضل من جميع المرسلين ماذا يقول اليهودي ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا أن حلتموها نبيكم فاجتمعت فيه الفضائل صلى الله عليه وآله فهل تجيبوني عما أسألكم عنه أنا جئت أمتحنكم أنتم تزعمون أيها المسلمون من حق هذا الرجل؟ من حق تزعمون أن كل ما كان للأنبياء من درجات وفضل هي في محمد صلى الله عليه وآله مجتمعة يعني هي في الأنبياء متفرقة وفي رسول الله صلى الله عليه وآله مجتمعة فأنا إذا أريد أمتحنكم أنتم مستعدين يقول فكا على القوم ذلك مساكين شنو عدهم مثلا فقال علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله نعم ما أعطى الله نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله وزاد محمدا على الأنبياء أضعافا مضاعفا أتأيوا اليهودي إذا كنت تصوّر أن النبي فقط اجتمعت فيه ما تفرق في الأنبياء بل أنا أزيدك أنه وزاده الله سبحانه وتعالى فقال اليهودي فهل أنت مجيبي؟ هذا قار كل الصحوف والكتب جاي مستعد حتى يناظر أمير المؤمنين صلى الله عليه قال له نعم سأذكر أمير المؤمنين قال له أمير المؤمنين نعم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقر الله به عين المؤمنين ويكون فيه إزالة لشك الشاكين من فضائله صلى الله عليه وآله إنه كان رسول الله أمير المؤمنين يقول إنه كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال ولا فخر وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا منتقص لهم هذه قضية معروفة يعني خاب واحد يشكل يقول أنه هذا ما يقلل لا ما يقلل من الأنبياء بالعاكس هذا فيه بيان لفضل الأنبياء وفيه بيان لفضل رسوله كل الأنبياء هم في القمة الفضل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين كلهم في قمة الفضل كلهم لهم من التبجيل والتقديس ولكن كل الأنبياء لهم فضل هذا لا يضره أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من الأنبياء جميعا لهذا يقول صلوات الله تعالى عليهم وَلَا مُنْتَقِسٌ لَهُمْ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى مَا أَعْطَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله مثل ما أعطاهم وما زاده الله وما فضله عليهم طبعا الرواية طويلة وهذا اليهود راح يذكر جملة من الأنبياء وجملة من الفضائل وأمير المؤمنين يقول نعم هذه الفضيلة ثابتة ولكن في قبال هذه الفضيلة النبي أعطي شيء أكبر من هذه الفضيلة مثلا قال اليهودي إني أسألك فأعد له جوابا قال له أمير المؤمنين عليه السلام هات قال اليهودي هذا آدم عليه السلام أسجد الله له ملائكته فهل فعل لمحمد شيئا مثل هذا أنت تقول أن الله جمع لرسولك صلى الله عليه وآله كل الفضائل كل الدرجات الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فهل أمرهم بالسجود لمحمد صلى الله عليه وآله هذا اليهودي صورها كذا ما دام الملائكة سجدوا لآدم وما سجدوا لرسول الله فقد اختلف الحال أنه ليست كل درجة وكل فضيلة للأنبياء هي موجودة في رسول الله صلى الله عليه وآله فقال علي عليه السلام لقد كان كذلك صحيح ننقرب هذه القضية أسجد الله لآدم ملائكته فإن سجودهم له لم يكن سجود طاعة وإنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل لا ولكن اعترافا بالفضيلة ورحمة من الله له ومحمد ماذا أعطاه؟ ومحمد صلى الله عليه التفت أيها الأحبة التفتوا إلى هذه القضية هذا القضية نحن لا نلتفت إليها إلا المعصوم يبينها وإلا هي يمكن القضية واضحة لكن يحتاج أنه أمير من يشير لها ما الذي أعطاه في قبال السجود لآدم؟ قال عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أفضل ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا كيف؟ إن الله عز وجل صلى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها وتعبد المؤمنين بالصلاة عليه فهذه زيادة يا يهودي إذا كان الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فإن الله هو صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر الملائكة بالصلاة عليه وأمر الخلق بالصلاة عليه وهذه الصلاة من الله ومن الملائكة ومن الخلق مستمرة يعني ليست سجوداً واحداً طبعاً السجود لآدم فرد شيء مقدس هذا فرد شيء رفع من شأن آدم صلى الله عليه موتنقيس لآدم ولكن هذا السجود أعظم منه وأكبر هو قضية الصلاة على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً هذه فقرة من الدع فقال له اليهودي فإن آدم عليه السلام تاب الله عليه بعد خطيئته هو قبل توبته وهذا القبول للتوبة أن الله قبل آدم يعني آدم مقبول عند الله تعالى بقبول توبته فقال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله نزل فيه ما هو أكبر أكبر من قضية قبول التوبة أكبر من هذا من غير ذنب أتاه يعني آدم عليه السلام ترك الأولى في صفة الأنبياء هذا ذنب مثلاً في منزلة الأنبياء ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطي قضية أو أعطي منزل أكبر من هذه أنه من غير ذنب من غير ذنب رسول الله ما ترك الأولى ما أكل من الشجرة لكن مع هذا قال الله عز وجل لرسوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأعطاه إعطاء التوبة بلا ذنب غير إعطاء التوبة بعد الأكل من الشجرة إن محمداً صلى الله عليه وآله قال من ذنب إن محمداً غير مواف يوم القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب هذه تفصيل آخر في الفضل وهكذا قال له اليهودي فإن هذا إدريس رفعه الله عز وجل مكاناً علياً وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا المفروض غير إذا كان الله تعالى أطعم إدريس عليه السلام بعد وفاته من الجنة يعني الله هو الذي أخبره يعني الفضل معرفة فضل إدريس راجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو من مسائل الغيب فما دام الله أطعم من الجنة بعد وفاته فهذه منزله قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله جل ثناؤه قال فيه ورفعنا لك ذكرك فاكتفى بهذا من الله رفعة ولئن أطعم إدريس من تحف الجنة بعد وفاته فإن محمد صلى الله عليه وآله أطعمه في الدنيا في حياته يعني أطعم من الجنة في الدنيا من حياته هذا تفصيل بالرواية كثير ولكن الظاهر أن الوقت قد انتهى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر